في تصريح مثير للاستغراب اتهى منائب وزير الخارجية الروسية ميخايل بوكدانوف فصائل المعارضة بمنع مفتشي منظمة حضر الاسلحة الكيموية من الوصول الى مدينة دومة للتحقيق في الهجوم الاخير على المنطقة وغاب عن بال المسؤول الروسي ان مقاتل المعارضة رحلوا الى الشمال السوري بضغط من القوات الروسية وكانت ادارة الامم المتحدة للسلامة والامن طالبت روسيا بتأمين الحماية لفريق الخبراء واملت في تقرير وجهته الى مجلس الامن بوضع ترتيبات تسمح للفريق بالانتشار في اقرب وقت ممكن ولسيما بعد حصول انفجار واطلاق نار مما ادى لانسحابه من الموقع وفيما حمل وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتس عن نظام السوري مسؤولية تأخر وصول المفتشين واتهامه لدماشق بمحاولة اخفاء ادلة حول الهجوم كشفت بروكسل ان ثلاث مؤسسات بلجيكية زودت سوريا بكميات كبيرة من المواد الكيموية وبصفة غير قانونية خلال الفترة بين 2014 و2016 ومن المقرر ان تمثل هذه الشركات امام القضاء بتهمة الادلاء باخبار كاذبة وتصديرها 168 طن من المواد التي تستخدم في تصنيه غاز السارين علما ان منظمة حضر الاسلحة كانت قد اخرجت من سوريا 120 طن في غضون ذلك كشفت منظمة الخوذ البيضاء السورية للاغاثة انها حددت للمفتشين الدوليين اماكن دفن ضحايا الهجوم لافتة الى ان جثث ضحايا دفنت سريعا بسبب القصف المكثف وان موقع المقابر ظل سرا لمنع اي تلاعب بالادلة التطورات السورية كانت محور محادثات مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستيفان ديمستورة مع مسؤولين اتراك في انقرة على ان يتوجه في وقت لاحق الى موسكو وطهران للغاية عينها اشتركوا في القناة